للفريق خذ الخبر التاني بقى الجميل ده أشرف داري اللي انت شايفه هو انا بقولك بالصوت والصورة يعني عشان بس يبقى كلامي صوتا وصورة معثق يعني أشرف داري شارك في المران كاملا كاملا اللي قالك بقى اصابة مزمنة ومش اصابة مزمنة الحمد لله والشكر الله شارك في المران كاملا وارجو ان يكون قد اكتمل الشفاء لانه ممكن الله يقدر تتجدد اصابة ولا حاجة يعني لكن شارك في المران وظهر بمظهر جيد والراجل كمان عايز يديله كتير الفترة اللي جاية لانه عندنا ياسر وعندنا رامي تقريبا فقط لغير دول من اصل يعني يشرك خالد عبد الفتاح سردباك وهكذا يعني فأدي اشرف داري وكمان شارك في المران كاملا الحراس اتمرنه باستثناء مصطفى شبير لم يشارك فيه مران اليوم لكن شارك الشناوي وحمز علاء ومصطفى مخلوف في المران كاملا يعني ادي تدريب الحراس مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي والجدية واضحة على وجه الجميع خود التالت عشان بس افتح لك نفسك النهار ده يعني اللي ابتسامة تعود الى وجه علي معلول مرة اخرى وكنت انا قلتلك من كام يوم ان علي خد الموعد بتاع صرف ومستحقاته كان في نفس اليوم ونزل والرجل ابد مستحقاته خلينا بس عشان نمشيها واحدة واحدة احنا النهاردة بقينا كام في اتنين في ديسمبر وعلي لسه لسه رجليه ما نزلتش ارض الملعى يعني لسه قدامه شوية يعني اسبوع عشرة ايام خمستاشر يوم على ما رجله تنزل ارض الملعب وبعدها ان شاء الله يبدأ يتعمل له ماتشات ودية بامر الله سبحانه تعالى فهو علي لسه يعني قدامك مثلا حوالي شهر عشان تبدأ تقولي الحمد لله علي راجع الملعب تاني لكن جاري وا 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 كله الحمد لله بقى زي الفل هنا ده طبعا دكتور رحمة جاب الله موجود معه باستمرار ده كاترة المحترمين جدا يعني هنا بيبير لك انه قرار النادي الاهلي بعدها مقيد علي معلول في النصف الاول من الدوري والبطولة الافراقية كان قرارا صائبا قرار صحيح يعني وبالتالي هنا علي هينتظر وان شاء الله تحدث انفراجة في شهر يناير ويكون علي متواجد بامر الله مع فريق النادي الاهلي